اشتركوا في القناة سقوط الكامر الصناعي الاماراتي بعد دقتين بس من انطلاقه الغريب والمؤلم في الخبر في نفس الوقت هو ان الساروخ الفرنسي فيجا اللي كان شاي للامر الصناعي الاماراتي وكان طالع يحطه في الفضاء عمل قبل كده 14 عملية اطلاق نكحة وعمره معانا من اي مشاكل او اعطال قبل كده يعني بالبلدية عمره مشتكه والساروخ ده بقاله من 2012 طالع نازل رحلات للفضاء ولا مقرباز السيدة يوم اول ما يشيل امر صناعي اماراتي يقع وبعد دقتين بس وينفجر في اول عملية انتحار رسمية لساروخ في التاريخ يعني ماستحمل شي نحس من يوم ولا هيلقوه الخبر التاني معانا النهاردة بيقولك يا سيدي قال ايه في واحد بريطاني اسمه الحجر تشارد كيدول والراجل ده عمره 71 سنة هو ماشي بعربيته في لندن فجأة الرادار زنقه وقال انه كان ماشي بسرعة غير المسموح بيها كبرت في دماغ الراجل ده وقرر ان هو يرفع قضية على الرادار اللي جاب على الغرامة 100 جنيه سترليني المهم الراجل المجنون ده صرف اكتر من 30 الف جنيه سترليني علشان يكسب قضيته ضد الرادار اللي هي اصلا كانت 100 جنيه سترليني واللي زعلك بقى انه خسر القضية في الاخر كمان ودفع برضو 100 جنيه سترلين اهانا دلوقتي بس فهمت معانا المثل الجميل بتاعنا اللي بيقول اصحاب العقول فراحة احنا هنا يا حجريتشارد في بلدنا العربية الناس اللي ما اندهاش عربيات اصلا بيجي لهم مخالفات عليها وبيدفعوا عادي وهم مبسوطين وبيحمودوا ربنا ان الحكومة سايباهم وما بتاخدش منهم الجزمة ومشيهاهم شفحة فيين في الشوارع وكان ذكر موقع تيمو فويك ان في راجل اعمال سعودي ملياردير عقبال يا رب اشارع لابنه طيارتان من طراز ايرباس اي 350 على 1000 هدي يا فعيد ميلاده وان الموضوع ده حصل في اوله بالصدفة وان راجل الاعمال ده اتصل بشركة ايرباس علشان يعملوله نموذج لطيارتان ايرباس علشان يديهم لابنه دية في عيد ميلاده الظاهر انه كان فاكر ان شركة ايرباس دي شركة لعب اطفال لاجن الشركة قاعدت تسأله عن تفاصيل طلبه وفي الاخر قالت له ان السعر 329 مليون يورو بس فالرجل سعود استغرب وقال في سره مش كتير المبلغ ده على لعبتين وبعدين قال يلا مفيش حاجة تغلع على الوقت ابني فكرني بابويا لحاجة الله يرحمه لما فكرت في خيالي بس والله في خيالي انا ما طلبتش منه حاجة انا فكرت بس ومعرفش هو عارف ازاي باللا انا فكرت فيه هو ان انا اشتري عجل اسباء زي اللي بشوفها في التلفزيون وفتقر يوم هو بيبصلي كده بمنتهى الحنان والعطف وبيقول لي انا عارف انك نفسك في عجلة السباء دي وانا هاجبها لك ان شاء الله لما تنجح في اخرة سنة وعد تنجح 20 سنة بعده وما جاب ليش الجدون بتاع العجلة حتى برحمك يا حج المهم نرجع للراجل السعودي اللي بيقول انه تفاجئ لما لقى شركة الارباس بتتصل بي وبتقول له تعالى طلبك جاهز يا حج وراح لقى الطيارتين حقيقيتين فقاموا ياخد واحدة لابنه والتانية داها لعمه والنبي لو حد من اللي بتفرجوا علينا دلوقتي يعرف رجل الاعمال السعودي ده يقول له يتبناني والنبي لو يرضى الخبر الرابع معانا النهاردة بيقول ان فيه دراسة نرويجية بتأجد ان جمال المرأة بيساوي تأثير المخدر على الرجل وانه بعد دراسة على امخاخ الرجالة في جامعة اصله النرويجية ان فيه دايرة في المخ بتسمى المكافأة بتنشط بشدة بعد ان يرى الرجل وجه امرأة جميلة وهو نفس رد فعل المخ بعد تناول جرعة من الكوكاين وان الراجل بيشعر بسعادة ونشوة عندما يرى وجه امرأة جميلة مثل تلك التي يشعر بها متعاطي الكوكاين وده طبعا يفسر لنا ليه الرجالة في بلدنا العربية بيشربوا المخدرات والسجاير اكتر من اي بلد في العالم والسبب في كده بحسب الدراسة دي نحن عندنا عجز في المخدرات الطبيعية فبنتطر ناخدها صناعي وده ممكن يخلينا نفكر في حل عبقري لو الحكومات في بلدنا العربية عايزة طيدة على المخدرات فعلا تستورد لنا شوية سلالات من اوروبا وامريكا يمشوا في الشوارع عندنا وهتلاقي كل الناس بطلت مخدرات لوحدها هو صحيح التحرش هيزيد بنسب قياسية بس التحرش اهول من المخدرات ده رأيي يعني مش عارف ايه رأيكم وبعد ما خلصنا اخبارنا الخفيفة ندخل دلوقتي على موضوع حلقتنا النهاردة وهتكون عن حاجة موجودة في حياتنا وخصوصا في مصر بشكل كبير جدا الى وهي التوك توك اول حاجة عايزين نسأل نفسنا ما هو التوك توك التوك توك ده عبارة عن فيروس انتشر في شوارعنا فجأة وتقريبا كده ولا ينفع مع علاج ولا حتى تطعيه مع بداية الالفية الجديدة تقريبا او في نهاية الالفية السابقة يعني في اواخر تسعينيات القرن الماضي زي ما بقولوا كده في الاخبار سحينا من النوم لقينا كائن غريب ماشي في الشوارع ولا هو عربية ولا هو متسيكل ولا حتى عجلة عدنا نسأل نفسنا يطلع ايه الكائن ده في الاول خرجت بعض التفسيرات في محاولة لمعرفة السبب وراء الظهور المفاجئ لهذا الكائن فبعض الناس قالوا ان التوك توك ده لم اخذ جي نتيجة علاقة غير شرعية بين عربية نقل ومكرباص والبعض الاخر قال ان ده عيب خلقي ظهر فجأة في العربيات نتيجة للتلوث اللي في الجو فظهرت عربيات بتلات عجلات بس وناس تانية قالت لا ده تشوخ خلقي بس في الموتسيكلات فاطلع لهم عجلة تالتة واصل الحال ببعض الناس النوم قالوا ان ده مخلوقات فضائية هي اللي بعتها لنا عشان تتجسس علينا فدل الخلاف يكبر بين الناس ومحدش عارف له اصل ولا فصل وفي الوقت ده كانت تكتك الخبيث بيت والد ويتكاصر في هدوء وبكسرة حتى اصبح عداد التكاتك في مصر اكثر من اعداد الناس نفسها وفجأة الحكومة صحت من النوم أصلها كانت صهرانة يعين طول الليل في حل مشاكل الوطن والمواطنين عشان كده صحت متأخر فلقيت التوك توك انتشر وضرب في البلد ومعديتش عارفة تلمه مش عارفة تعمل ايه معاها فاستسلمت وقالت له روح منك لله لكن التوك توك مع برهاش وفيدلي يزيد ويتكاصر لكن هنتكلم النهاردة عن اهم مميزات التوك توك واهم عيوبه بالنسبة للمميزاته اه لازم نقول الصراحة هو ليه مميزات لازم نعترف بكده وهم هذه المميزات انه بيقدر يدخل ادياء الشوارع وبوصل الناس في حتة عمر العربيات ما كانت هتوصل لها ابدا اتنين انه بيساعد كبار السن واللي معاش يلوشونط في انهم يوصلوا اي مكان هم عاوزين بعدما كان الموضوع ده صعب جدا بالنسبة لهم قبل ما التوك توك يظهر ثالث حاجة انه شغل ناس كتير كانت البطالة هتقضي عليهم وعلى عائلتهم وفتح بيوت ناس كتير بالفعل طب دي مميزاته طب ايه عيوبه بقى عيوبه كتير بصراحة ومتعدش هنذكر منها اللي احنا فاكرينه اول حاجة انه مفيش قوانين لا بتنظم وجوده ولا حركته ولا حتى بتنظم اللي شغالين عليه فتلاعي الزغير مش طايل بدماغه يشوف الطريق قدامه وبيجربيه وعيال تانية اهليها زيئت منها فجابت لها توك توك علشان تخلص منه وتتلبخ فيه ويحلوا عنهم فيمشي بقى الودة بالتوك توك ويرازي في الناس وطبعا في ناس محترمة برضو خرجها علشان تاكل عيش عليه لكن بصراحة اغلب اللي بيسوق التكاتك شباب صغير ما عندوش اي مسئولية ولا التزام ده غير حالات الخطف والسرقاء اللي بتحصل بسبب التكاتك وهو انت لو ركبت توك توك وكرر صاحب التوك توك مع ناس اصحابه يقلبوك هاخدوك مكان مفيش في حد وهيحطه عليك وهياخدو اللي معاك وتحمد ربنا لو سابوك تمشي عايش وفي الاخر مش هتلاقي حد تشتكيله لان مفيش نمر ولا يحزنون لا انا اسف هو مفيش نمر لكن في يحزنون والمصيبة كبيرة واللي احنا مش حاسين بيها وهي الاستخدام الخاطئ لهذا الكائن العجيب فبقى الكل يركبه كبير صغير رجالة بنات اطفال ومعدتش بتلاقي حد بيمشي على رجليه خالص لما الناس قربت يجي لها هشاشة في العظام وكساح ده اللي بينزل من بيته عشان يروح للبقال ولا البيت اللي جنبه بيركب توك توك يخوفي بعد كده نركب توك توك من قط النوم لقط الجلوس ولو استمرين على كده جيل ورا جيل انا خاي فيجي جيل بعد كده اصلا من غير رجليه مهم كده كده ما بيستعملوهاش ايه لازمتها بقى وتلاقي ناس بتتولد بعد كده بدماغ ودرعين وواستبس كل ده غير انك بتبقى ماشي في الشارع جنب الحيطة وعلى الرصيف وتلاقي فجأة سبحان الله طلع وراك ازاي ما تعرفش وخبطك وجري ولو حتى ويف يبقى مش عشان يتطمن عليك لا ده علشان يقولك كلمتين في جنابك ويقولك مش تميل يا تيت على اساس ان الطريق ده كله بتاعه وان الناس اللي مشي فيه في الشارع ضيوف او حاجات ملهاش لازمة كماليات وبرضو مش هتلاقي مكان تاخد حقك فيه فبتسلم امرك لله وتتخبط وتمشي وانت ساكن على الال تحافظ على كرمتك وازعد تبقى ماشي في الشارع وتلاقي توك توك شافك يقف على اساس انك هتركب ولما تطنشه وتعد من قدام وتلاقيه طلع فجأة وكأنه عاوز يدوسك عقابا على تلك الجريمة الشنعاء اللي ارتكبتها في حقه وهي انك ازاي تشوف ساعات تواقف وما تركبش انت تجننت ده غير السابقات طبعا اللي بيعملوها في الشوارع سواء ان التكاتك بع بعض رغم انهم بيبقوا في شوارع ضيئة وتلاقيه بيجره هو بيضرب كلاكسات على الفاضي والمليات وانت وحظك بقى يا اما تلحق نفسك وتميل من قدامه اما هتبات اللي لادي في الطوارئ او لا قدر الله هتقابل رب كريم وهو هيكمل فطره عادي ولا كأنه عمل حاجة اخيرا نصيحة مني لكل الناس في بلادنا العربية وخصوصا في مصر مشكلة التوك توك دي حلها في ايدينا احنا لاننا لو اتكننا الحكومة تحلها لنا هنسح من النوم في يوم من الايام هنلاقي التوك توك متجوز مراتك واخد بيتك وعيالك وطردك في الشارع فلازم احنا اللي نواجه المشكلة دي بعقل وحكمة خلصت حلقتنا النهاردة واتمنى تكون عجبتكم استنونا كل يوم الساعة عشر مساء مع برنامجكم المحبوب توكشو في الشارع مع عبدو وانشراح في قناة العالم مع سونة وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل حلقتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا سلام يا انشراح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة